انا عايزة خلص خط الدفاع عشان اطلع فاصل يلا انت اتنين مدافعين معاك بسرعة والتنين مدافعين معاك بسرعة طيب الاتنين المدافعين الاولاني اللي كان موجود في السرعة اللي فاتت مع كلوشا ومع اللي قاله اللي قاله خليفة كلوشا كلوشا اكتر لعبين فرت امبي بالكامل استخلاصة للكرة لعب ممتاز بيجيد التكملة وبيجيد استخدام رأسه بشكل جيد لقطات الجراف واللقطات بسرعة احنا هناخد فيه نص دقيقة بالزبط يلا ومن اللعيبة المويزة اللي بيعرف بطري هجمة كمان كان يعيبه شوية البطء احيانا فيه الارتداد تاني لمكان التمركز لكنه من اللعيبة الممتازة سنه صغير 25 سنة قمت التسوقي 14 مليون جنيه متوسط تقييم بتاعه هو 7 و 2 من 10 اعلى لعيبي امبي في الدوري امبي اللي مقدم مستوى ممتاز مع تامر مصطفى اعلى لعب بقى في الفرقة كلها تقييما هو رغم تقلق قفة رغم تقلق رفيق قبو محمد حمدي لكن هو اعلى لعب تقييما في الفرقة كلها كمتوسط تقييم لعب الست مباريات لعب بيجيد التكملة في الكرات الثابتة هو المنفذ الاول اللي رقلات الجزاء لهدف سجله في مرمى محمد ربو جبل الموسم الحل الرغمانيات صدت ورجعت تاني ده بيكمل دايما في الهجمة وبيجيد تاني الكرات الرأسية سواء دفاعا او هجوما كريم فهو اكثر اللاعبين استخلاصا وانا بياخد كرة وده هدفه الموسم الماضي فيه كان هدف ممتاز بمضاربة رأسية في الزمالك الموسم الماضي والمبراطين بالتعادل فكالوشة بالنسبة لي هو اللاعب الابرس في سوق الانتقالات وفي الجوالات الاخيرة خارج الاهل وزمالك كبر التاني احمد حسام وده لعب بقى من اللاعبة هاخد شوية مدرسة خليفة من اللاعبة اللي لم يعاليش سبوت خالص اول مبراطين اللي الجونات كان عنده احمد حسام لاعب نادي الجو والمستدعى حديثا لمنتخبنا الوليمبي لعب 22 سنة متوسط تقييم بتاعه فاربع مباريات واقولك ليه اربع مباريات اول مبراطين ما كانش باعتمد عليه كابتن علاء عبد العيل كان باعتمد على اليو جاتا اليو جاتا عمل اكتر من خطر في المبراطين اه استبعده تماما اسبت وثبت رجليه تماما تماما احمد حسام ولذلك تم استدعاءه بالمناسبة هو لعيب منتخبات كان موجود مع كابتن ربع عسين في الدورة كان فيها مشاكل وقت الكوفيد وراح معهم تونس بعد ما لعيب اكتر من لعيب اتصاب فلعيب ممتاز لعيب تمرجزاته ممتازة قدم مباراة قدام النادي الاهلي ممتازة كريم فاحمد حسام بالنسبة لي من اللعيبة اللي ما تحطش علىها سبوت لكن هيبقى موجود الفترة اللي جاي اتنين مدفعين انا اخترت احمد رمضان بكا مش هنتكلم عليه الرجل يعني راح قبل كده المنتخب هنتكلم على المساك التاني اللي هو احمد حامد ظهير لعيب مساك امبي امبي بيلعب بتلاتة كانوش هو المساك الاساسي هو بيلعب لحي الشبان رغم انو بيلعب برجل اليمين ولكن عنده كتير مزاية تعالى نشوف كده سريعا شوية حاجات كانت في الصورة اللي كانت معنا اللي هي بتطلع اللاعبين الاكثر استخلاصة للكرة هو مع محمد حامد محمد حامد هو التالت واحد بعد كلوشا وبعد حمدي وبعد وهو على طول هو رقم ثلاثة تعالى نشوف حاجة بقى فيه مميزة قوي اللي كان لياني الصورة التانية بتبين اللقطات خلينا نشوف اللقطات بعد كده في الصورة رقم حدي اغلب اطعو الكرات يا كريم بيقطع ويباصي على فكرة رغم انه زي ما قلت صعب ان انت تبقى المساك الناحية الشمال وانت مش اشوال لكن تعالى نشوف اللقطات بقى الفيديو اللي معانا هتلاقي هو بيعرف يزبق قوي على الكرة يعني الكرة دي هو اللي سابق ما نزيزه انا جايب له كامل لقطة مختلفين عن بعض يعني دي هنا برضو فكرة انه هو بيعرف يزبق ولو تاخد بالك يا كريم مطلع حباص اطلع بباص هنا بص مثلا هنا برضو مستخدم رجله الشمال في اطعو الكرة اللي هي الرجلة الضعيفة بتاعت بص هنا تطلعة الهد ابعض نقطع عن انها ترجع ده وعي برضو دي بالمناسبة بتبقى وعي كبير جدا نهو بيطلع الهد بعيد جدا ودي برضو القطع اللباس دي اتجاهات تمريراته يا كريم دي خمسين في المئة من تمريراته للامام دايما في المدافع وفي اللقاء الزمان للازرع للامام للازرع للامام للورا الاحمر الجانبي اللي هو الرون اللي انا مش عارف اقوله معاناش ديوف بنات لو معانا ديوف بنات الازرع ده يعني فيه خمسين في المئة من كراته للامام الكرات اللي بيرجعها الورا رغم ان اغل المدافعين متعودين دايما بتلاقي بيرجع الكرة اللي وراء بيرجع لجونه لا هو حتى بيطلع الكرة بتبقى دايما اللي قدام وهو لعيب كرته كويسة جدا وبيقولك مركزه صعب ان انت المساكل اشول وهو مش اشول ممتاز ممتاز